حكومة عراقية جديدة تولد بعد مخاض عسير من دون حقيبتي الدفاع والداخلية الباقيتان بيد رئيس الحكومة الحكومة تولد في ظروف يعتبر العراق فيها أحوج ما يكون لهتين الوزارتين الأمنيتين بامتياز فالتجاذبات الدولية والإقليمية لا تزال تفعل فعلها في عاصمة الرشيد ورغم ذلك فقد تمكن البرلمان العراقي من إقرار حكومة جديدة برئاسة حيدر لعبادي رجل تنتظره ملفات ساخنة ومتشابكة ومعقدة من البصر جنوبا مرورا بالأنبار إلى كردستان شمالا ملتزم وحكومتي بحل كل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بنفس إيجابي على ضوء الدستور وعلى ضوء الشراكة لكن الدستور والقانون وحدهما سلاح ضعيف في وجه التطورات الميدانية على الأرض والتي استدعت إقامة تحالف دولي لمحاولة دحر المسلحين لا يجوز أن تكون أي تشكيلات مسلحة وأي سلاح في العراق خارج إطار الدولة أينما كان وفي أي مكان حسب ما نصت عليه المادة تسعة أولا باء من الدستور ونحن جميعا أقسمنا على الالتزام بالدستور وتحشيد الموقف الدولي لمواجهة الإرهاب في العراق واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تجريم الأفعال الإرهابية والإبادة الجماعية التي يتعرض لها العراق والشعب العراقي ورغم الصورة المأساوية للوضع العراقي فقد نجح البرلمان في تذليل عقبات كانت كأداء حتى وقت قريب وأبرزها عقبة تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة وعقبة نواب رئيس الجمهورية عقبتان من المفترض أن يؤسس حلهما لفتح آفاق جديدة أمام العملية السياسية التي شاهدت جمودا ولسنوات طويلة ترجمة نانسي قنقر